السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد الصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله كنا نحبكم أخواتين نتمنى إن شاء الله يرقكم هذا الفيديو فأتمسحها والعافية إن شاء الله اليوم بإذن الله سيقدم لكم إن شاء الله ستشوفوا معي طريقة تحضير المجنوم والبوب كيك طريقة اللي هي جيد سهلة ومبسطة كيف ستشوفوا إن شاء الله معي في فيديو سنعطيكم حتى اقتراحات أخرى كل واحدة كيف بغاية يعني يجي العمارة ديالهم والشكل ديالهم إن شاء الله وما تنساوش اللايك الفيديو والبرتاج مع الأحباب مع الصديقة ديالكم باش تعمل فائدة واللايك باش توصلوا فيديو الأكبر عدد من اللايكات واللي أول مرة كتشاهد فيديو ديالي كانوا حبيها باش تشترك في القناة وتفعل جرس باش توصل بكل ما هو جديد إن شاء الله على بركة الله غدي نحتاج إن شاء الله غدي نستعمل هنا يا جوج أنواع دي الكيك عندي الكيك بالفاني وعندي الكيك بالكاكاو الكيك العادي اليومي اللي كان نستعملو أو اللي كان نحضره في البيوت ديلنا ممكن تحضره غير بالبقايا ديال الجنواز أو البقايا للبسكو اللي عندكم هنا عندي هذا ديال الكاكاو يعني للكيك اللي استعملت هنا أربع بيضات طوقة زيت نباتية الحليب أو الياغورت اللي عندكم توفر والفانيلا هذي حضرتها بالفانيلا والاخرى دلت الكاكاو والدقيق يعني ولو بغيتوا التحضير ديال الكيك اليومي العادي غادي نخلي لكم الله بديلو في صندوق الوصف في اسفل الفيديو او اخر هاد الفيديو مهم اي نوع ديال الكيك عندكم وكان نحاول نفتهم زيان هكا غير بيدي والكيميا حسب الرغبة انا استعملت هنا يجوج انواع واحد غادي نستعمل ديال الفانيه غادي نستعمل نحضر بها المقنوم والديال الكاكاو غادي نحضر بها ان شاء الله البوب كيك سوف هنا بعد ما فرت هاد الكيكا كامل كيف كتلاحظو غادي نخليها جانبا وغادي نفرت حتى ديال الليب الكاكاو وممكن غير كيكا واحدة غادي تخدموا بها جوج يعني المقنوم والبوب كيك يعني مش ضروري يكون عندكم جوج كيكات اخواتي يعني الليب الكيميا حسب الرغبة وحتى ولا كانت غير بالفانيلا ممكن تقسموها على جوج النص دياله بالفانيه والنص الاخر كيكا كاكاو وكتخلطون زيان وغادي تحصلوا على جوج انواع او جوج مداقات ان شاء الله سوف هنا بعد ما فرتت هذه ديال الكاكاو غادي نمر ان شاء الله غادي نخدم هذه اللولة ديال الفانيه غادي نجمعها بسوس كاراميل هات السوس هذا تحضير منزلي يعني حضرته في البيت ممكن تحضروه يعني اخواتي بطريقة اللي هي جيد سهلة ومبسطة غادي نخلي لكم الرابط ديال تحضير السوس ديال الكاراميل وكذلك نسلي العادي في صندوق الوسط اسفل فيديو او اخر هات الفيديو ان شاء الله ولكن هاد الطريقة هدي يعني مغايل على اللي غادي تشوف في الفيديو هنا حضرت نسلي عادي بل اللي غادي نخلي لكم الفيديو دياله كيف تكتلكم وزيت دوبت واحد الكيميه ديال السكر ودمجت ما بيناتهم يعني حتى حصلت على كاراميل ودمجت ما بين نسلي ودك الكاراميل وجمعت بي هاد اللي بسكوي هادا نضيف الكيميه حتى تجمع لنا هاد الكيكا وكذلك تولي معنى معلكا ما تخليوهاش ناشفه باش ما تفرتش معاكم خدموها مزيان بيديكم وكذلك باش تريكم سهلة في الخدمة وكنجيبو هادا مول ديال السيليكون المخصص هادا الماغنو وكننا نحاولو نضيف واحد الكيميه وكنعمره مزيان هادا المول ديال السيليكون او هادا القوالي ثمان دياله علماء عقلت هادا الكبير ستين درهم عل حساب الكاليتي كين انواع مختلفة وانها كنشد واحد الكيميه وكنن نضيفها في ذاك المول ديال السيليكون وكننحاولو نضغطو مزيان كيف تكتليكم نيسلي كد تضيفوا حتى تتحصلوا على الكيك ديالكم عليكم ممكن تضيفوا البيسكويت تحنوه تضيفوا معها الكيك يعني كيف تكتليكم مكسرات ممكن تضيفوا حتى الفواكه الجافة القرقاع اللوز الفوتين يعني ممكن تضيفوا اضافات اخرى هنا بعد ما عمرت اخواتي هادا القلب للسيليكون كنجيبوا هكا عويدات وكننحاولو ندخلو يعني غير بشوية صافي مبعد هنا يما ساليت هادا الكيميه قد ندخلها المجمد غير واحد العشارة دقايق من معلمة تتماسك تكسعة كنا نخرجه ان شاء الله وقد ندموليه وقد نزيد الكيميه الاخرى وهنايا دي الكاكاو غادينا ان شاء الله نجمع هادا البسكويت دي الكاكاو بشوكورة دي البتهن وكذلك حتى هو ممكن نجمعه غير بها بنيسلي هناي بغدت يعني لان تحصل على مدق مختلف وحتها دي يعني بالكاكاو بشوكورة كالجي رائعة اخواتي المدق دي لها وكذلك ممكن هناي بعد مدوبة الشوكورة غادي نضيف واحد الكيميه وكا نضيفه بالتدريج حتى نتحصل على واحد البيسكوي او الكيك اللي كيكون هكا كمعه اللي كيف غا تشوفه معايا هكا تحاول تخطمه مزيان بيديكم او هكا غير في البداية هكا بصبع دي يديكم مزيان وهناي في هاد المرحلة هادي ممكن تضيفه كيف تقتلكم بسكوي متحون او اوريو او المكسرات يعني ممكن تضيفه اضافات حسب الرغبة ديلكم وحسب الطلب كنتو خدمين الكومونت وهناي بعد ما كتتخدمهم زيان كتتحصلوا على واحد العجينة كتكون هكا معلكا دبا ان شاء الله غادي نبدأ غادي نشكل هكا كوراس دبا كنسي غادي نخدم غير واحده وكنشوفوا القاوام دي هاد العجين اللي اجمعتو بالشوكورة ممكن تجمعو حتى بالقاناج يعني كتدوبوا شوكولة او كتزيدوا الكريمة حتى يمكن تجمعو به هاد البيسكوي وهنا كتشدوا القياس بالميزام الافضل كتشدوا هكا القياس بالميزام باش يجوكم يعني مقادين ويجو شكل واحد او العبار واحد وهناي كل واحدة كندل فيها ما بين اربعة وثلاثين خمسة وثلاثين قرام في الوحدة وهاد الحجم كيجيو شوية يعني كبارين شوية يعني هما هادوك يبغيتوا تديروهم صغار ممكن تنقصوا يعني عينكم ميزانكم او حسب طالب اخواتي وفاش كتخدموهم مزين يعني كتخدمو ديك البيسكوي كتخدمو كتحصلو هكا العجينة وكتديرو حد كمية اللي هي معقولة مشوكولة يعني ما كتبقاش يعني هاد الكورات كتفتت معاكم وكذلك فاش كنا نديرو هنيا عندي هنيا هاد هاد العويدات او هاد الباي ديال الكارتون فيهم اشكال مختلفة او الوان مختلفة ممكن تديروهم هكا على طول ديالهم او ممكن تقسموهم على جوج اه كنا لوينات بزاف وكنا الاشكال كيف تكرت لكم كنا نخشو هادك الهكا العويدات هادو او اللي باي في شوكولة ومبعد كنا ندخلوهم في هاد الكورات اللي شكلناهم هاد الكيميان بعد ما سليتها غادي نخلي هاد شوكولات نشفو دوك اللي باي تشدو عليها مزيان بعد ما كنخدمو الكورات مزيان مع الكين وخضغنا هاد العويدات ما كيبقوش يتشقو معانا هانا غادي اندمو هاد المقنوم بغيتنا نوريليكم حتى طريقة باش تتحيدوهم المولدية لهم يعني طريقة اللي هي جيد سهلة ومبسطة بعد ما كيتماسكو تتخليوهم غير شو اللي يتماسكو في المجمد ماشي ضروري تخليوهم واحد للوقت اللي هو كتير وهنا بعد ما اكمل الكيميان كاملة اه 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 وكان بدأ دابا ان شاء الله باش نغطس فشوكولات عندي هنا شوكولات بايدة استعملت النوعية قالا اه 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 بشوكولة بعد ما دوبة حمام مريم اه اه بتيس بهاد البوب كيك نضيف الكوش المولى سنعود لدي الكوش الثانية نحاول نضيفه بشوكولات ونضيفه على ورق الزبناء ان بعد نكحز كليا باستمر استمر أخواتي سنقوم بشوكولات البيضاء سنقوم بالشوكولات بالغوز ان شاء الله هنا كيف تلاحظو ضفت ملون للك يمشي هكا ملونات اللي خصيصا كتضاف للشوكولة وهنايا كذلك بنفس الطريقة كنحاول نغطسم زيان هاد اللي بوب كيك في الشوكولة درت النص بالغوز كيف تقول لكم النص بالشوكولة البيضاء انتم ما كدلو حسب اللغبة دي لكم من بعد ما كدغطسو كتحاولو تكحزو باش تحيدو ذاك الزائي اللي كيبقى بالشوكولة هنين بعد ما تمسكات الكوش لولادي الشوكولة كننزيل الكوش الثانية ضروري اخواتي خصوصا كنستعملو هكا الكيك كيكون بالكاكاو باش تتغلف لنا مزيان ومن الاحسن كتخدمو هكا بالشوكولة كتكون دافية بعد ما كتدوبوها يعني كتكون سخونة تخليوها شوية تدفاعات كتبدو تخدمو بها باش تشد لكم مزيان وهناي غادي نمر ان شاء الله باش نغطس المقنوم كيك كتلاحظو هنين كنستعمل بكاس كبير او قدلو شي غراف وكت تحاولو تتغطسو هم هكا على شكل طولي وبنفس الطريقان بعد ما كنغطسو هم في شوكولة كنحطو هم على ورق زبدة او ورق سنفليزي في البداية كنحطو هم بعد كنحاولو نكحزو هم شوية عاد كننقلو هم للجيهة التانية او للجيهة اللي كتكون نقية هكا كتحاولو تكحزو هم شوية عاد كتنقلو هم وهناي بالغوز او الورضي نحيدو الفائض ونحطوه على جانب طريقة اللي هي جيد سهلة وغادي نستمر ان شاء الله حتى نكمل جميع الوحدات اللي عندي ونرجع معاكم بإذن الله باش نمرو للتزيين وكذلك اللامعان غادي نلمعوهم شوية ان شاء الله هنه ان شاء الله غادي نبدأ ننضيف الملمع بعد ما نشفت معي ديك الشوكولة الكوش الليولا والتانية كيف كتلاحظو عندي هنا هدى الملمع اللي ف فالأبيض وعندي حتى اللي فالغوز كنديرو حد كمية اللي هي قليلة هكا كدستانب هات الشيتة هادي ديال الفغاجو من الاحسن ها دي كتكون رطبة وكتخليوها خسيصا لهد العمل كتكون رطبة كنديرو حد كمية اللي هي قليلة وكنديرو هدى الملمع اللي كيغطي لنا ذاك العيوب اللي كيكونوا كيبانوا هكا هذا الملمع يغطي لنا هذا العيب الذي يكون شكرا كيف تشاهدوا هذا الشيطة تكون حرشة هذه تكون رطبة وكتأخذ لنا واحد الكيمية قليلة وكتساعدنا باش نوزعوه على هذا المقنوم أو البوب كيك بطريقة التي هي متساوية كيف تشاهدوا هذا الملمع يغطي لنا هذا العيوب كيف تشاهدوا للمع وممكن تستغنو عليه ولكنه متوفر في جميع المحلات التي يبيعوا لوازم الحلويات في الألوان مختلفة سوف نضيف شوكولة في الغوز وكذلك شوكولة نضيف بوشادور او ممكن تستعنو بورق الزبدة تشكل على شكل كورني وقدروا فيه الشوكولة وكتشكلوا هكا خطوط اللي هي كتكون رفيعة أو رقيقة وكتزينوا هكا باب العقيق ديال الحلوة العقيق اللي كتكون في الألوان وهنا الكورني اللي كيكون في الأبيض كان ديل هكا الخطوط اللي كتكون في الغوز كيف تلاحظو ممكن تديروا أشكال اللي هي مختلفة أو تزين اللي هو مختلف عفوا وكذلك اللي بغيتوا تحتل البوبكيك يعني تستغنوا على ذاك الملمع بعدما كتغطسوهم في الشوكولة مباشرة كتغطسوهم هكا في هاد العقيق ديال الحلوة وهاد اللي مقنوم ممكن تزينوهم كذلك بحلوة ديال النجيمات أو القلوبة أو عجينة السكر كتديروا هكا منهم يعني الوريدات أو عجينة الشوكولة وهذا هو الشكل النهائي دياللي مقنوم والبوبكيك كذلك نتمنى إن شاء الله هنا بإعجاب ديالكم وممكن تضيفو كذلك الشارط من الأعلى يعني كل في هاد العويدات هادو كيجي ورائع في الألوان وإن شاء الله غادي نبرتج معاكم حتى لصابلي اللي كيكون هكا يعني المنسبة ديالعقيقة أو ديالسبوع بسم الله وغادي نوري لكم كيفاش كيجون من الداخل وهذا هو الشكل اللي بالفانيلا وبنسلي ديال الكاراميل كيجون مع الكين ورائعين والمدق اللي هو مميز أخواتين تمنى إن شاء الله تجربوهم وكذلك اللي بالكاكاو والشوكولاتة وكنشكركم على المتابعة وما تنساوش اللايك الفيديو والبرتاج مع الأحباب مع الصديقة ديالكم باشتعم الفائدة في مواقع التواصل الاجتماعي ولأول مرة كتشاهد الفيديو ديالي كنا نحب بها باش تشترك في القناة وتفعل جرس باش توصل بكل ما هو جديد إن شاء الله وهد لاير كيك او كيك ديزان اللي خدمتها لنفس المناسبة كتجي رائع وزوينة بالعجينة ديال السكر أو عجينة ممكن تخدمها حتى بالعجينة ديال شوكولاتة أشكركم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة